Hello my dear student, today we will start a new unit اليوم رح نبلش بوحدة جديدة رقم الوحدة 24 24 24 الوحدة رقم 24 بعنوان لقات مي انظر إلي لقات مي معناها انظر إلي بهاي الوحدة رح نتعلم كيف نصف شخص رح نتعلم صفات الشخص قصير طويل سمين نحيل هاي الصفات رح نتعلمها بهاي الوحدة فلازم ننسخهم نكتبهم بخط مرتب ونتعلمهم حفظ عن غيب المطلوب من الطالب بهاي الوحدة قدرته على وصف شخص ما قدرته على وصف شخص ما علينا نبلش بالتمرين الأول listen and repeat استمع وقعد عنا بنشوف بنت صغيرة هاي البنت الصغيرة قصيرة I am short أول صفة رح نتعلمها short بمعنى قصير فأنا لما بدي أحكي عن حالي بيستخدم I أنا am له الفعل المتاعد I دائما بيجي معها am بعدين بحط الصفة إذن I am short أنا قصيرة فأنا بختصرها ب I'm short أنا قصيرة أمي جنبي فأنا بدي أحكي إنه ماما طويلة يطلها بالصف الأول بحكي you are tall you are tall أنت طويلة you تاخد are وبعديها بحط الصفة وبعد are بحط الصفة are they slim yes they are عنا بصورة تانية أنا كيف بدي أسأل عن صفة شخص أو صفة أشخص هنا عنا بجموعة من البنات اللي نحاف بيأسأل عنهم بحكي are they slim طبعا دائما عندنا are جوابها بيكون yes or no فأنا هون عندي شايفه من حاف بحكي yes they are yes they are استخدمت are لأنه أنا بحكي عن مجموعة they هم بمعنى هم وسلم هي الصفة اللي رح نتعلمها slim بمعنى نحيل نحيل slim slim look they are plump الصفة الأخيرة اللي نحن نتعلمها plump plump اللي هي سمين plump look they are plump هن سمينات إن هن سمينات they لأنه مجموعة طبعا they دائما تاخد are plump هي الصفة اللي رح نتعلمها هون الصفات اللي أخدناها اليوم plump slim tall short عكس plump slim وعكس tall short plump slim tall short exercise 3 ask and answer اسأل وأجب is tinky slim هل تنكي نحيف ندور على تنكي بنشوف إنه تنكي اسمين no he isn't he is plump هون كل الشخصيات اللي عنا مذكر فرح نستخدم لها هي وهي طبعا نحن نسأل عنها ب is ونحط الصفة اللي إحنا بنا نسأل عنها ناخد شخصية تانية ونسأل عنها رح أسأل عن بينكي is pinky tall yes he is رح أخد كمان winkey is winkey plump no he isn't he is slim he is slim exercise 4 read and circle اقرأ وحوض عنا مشموعة صور بدنا نسأل عنهم أسئلة ونجاوب yes or no الصورة اللولة عنا بنت نحيفة وطويلة وهم شو بسألوا is she slim هل هي نحيلة yes she is no she isn't اكيد رح أختار yes she is السؤال السؤال البعدي we are tall we are tall نحن طويلين الخيار التاني we are short أكيد نحن نختار we are short يعني نحن قصيرين number three are they plump yes they are no they aren't هل هم سمينين yes they are الصورة بتدل yes they are انه هم سمينين number four عندي رجل طويل بسأل عنه به is he short هل هو قصير أكيد هو مش قصير فبجاوب no he isn't جوابي رح قول no he isn't هو مش قصير هو طويل بروح لل phonic corner four عندي زاوية الصوتيات listen and repeat استمع وأعلم pen hen ten المقطع الصوتي اللي اليوم رح نتعرف عليه in فعنا أول كلمة pen hen ten كل هم بنتي هو المقطع الصوتي en اللي هو en لفظه en exercise to listen and take or cross the rhyming words بدنا نستمع ونشوف اللي قافية ومتشابهة ونحط عليه صح pen dull ten pen 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 hen tree ant ten hen exercise exercise five listen and point to the correct pupil رح نسمع التسجيل ورح نقشر على الشخص اللي بنسمع صفاته بالتسجيل سواء tall small or plump خلوه نسمع التسجيل ونشوف ونقشر point to the tall girl point to the slim boy point to the plump boy point to the short boy exercise six listen and sing هنا عندنا حروف اللغة الإنجليزية مكتوبة بال lowercase فإحنا بنهاية هذا الفصل لازم نكون أتقننا جميع حروف اللغة الإنجليزية capital letter and small letter بنروح لل activity book كتاب الأنشطة look at me انظر إلي عنوان الوحدة look exercise one exercise one look match and say انظر صل وقل عندنا الصفات اللي أخدناها slim plump tall short رح نوصل كل شخص مع صفته exercise two هون بدنا نجمع الحروف حتى نكون الكلمات اللي أخدناها أو الصفات اللي أخدناها أول صفة عندنا بالسطر الأول رح تجمع كلمة short طبعا عندنا بشكل وفقي كمان رح تجمع كلمة plump أو بالعامود الأول رح نجمع كلمة slim بمعنى نحيل وبالعامود الأخير رح نجمع كلمة tall بمعنى طويل exercise three listen and tick استمع وضع إشارة أو علامة خلينا نستمع للتسجيل الصوتي حتى نقوي مهارة الاستماع عن الطالب number one they're short girls number two he's a tall boy she's a slim girl بعد ما اجتمعنا للتسجيل عنا أول واحدة they are short girls اللي هن فتيات قصيرات فالصورة اللي بدل على البنات القصيرات الصورة الأولى he is a tall boy الصورة اللي بدل على الولد الطويل صورة number two she's a slim girl هي فتاة ضحيفة صورة رقم واحد exercise fortress then write the word إذن هنا الأرقام one two three four five six seven eight nine ten بنوصل بطلع عنا صورة it's a kite it's a kite إنها طائرة ورقية exercise five match بدنا نوصل عنا الحروف d f j r m p التمرين السادس عنا بدنا رتب الصور حسب alpha particle ترتيب الحروف الأبجدية طبعا منشوف الحرف الأول من كل كلمة أول كلمة ant نملة بتبلش بحرف a to banana بتبلش بحرف b carot بنختار لأنها بتبلش بحرف c طبعا عنا to a p c d مين بحرف d dol لعبة بنختار number four a b c d e egg بمعنى بايضة رقم خمسة أو five بالأخير إنه f fish رقم six بنهاية الوحدة أتمنى أن نكون أفدناكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب ترجمة رقم